اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين كابت المهر يعني النهاردة كان أيضا يعني أو من ضمن الأخبار اللي اسمعناها النهاردة في التقرير وفاة فرانس بيكنباور أنت حرك لعبت ضده القيصر كابت بنعصام حاجة بصراحة لعبت ضده فين فكرنا برضو عشان فيه يعني كانت مباراة جزموس كان كان في فرق أمريكية كان في احتراف وراح سالة كام ده يا كابتون سبعين أو سبعين وطبعا هو كان من ضمن البيعصة هو قادس أربيرتو وأنا كان لدي الشرف أن أنا لعب طبعا المباراة دي فطول المباراة هاليو بلعب كوزموس أنا عمال أبص على القيمة دي في تحركات وفي لمسة القورة في الباص بتاع كان هو يا كابتون يعني في الوقت ده كان كان بطل كوزموس دات عمل عشان الكرة تخش أمريكا كان بطل عالب أربعة وسبعين كانوا بطل أخدين بطولة عالم وهو ما لايبش تبعين أربعة وسبعين كسا فطبعا يعني عايز أقول حاجة من ضمن الحاجات وكلنا كنا بنشبه نفسنا بكبار صح يعني برمي يوسف رحمة الله عليه مصطفى يونس كنت العاصر حمدي كل الناس اللي كانت بتلعب في الوقت ده بكبار وكرة مصرية حتى وإحنا بنلعب لها بالمدارس الحجو بتاع حتى بكبار تتملي بكبار حتى اللي ضياع صحيح صحيح فطبعا حاجة جميلة طبعا رحمة الله عليه يعني وبعدين كمان يعني عالم من أعلم القرى الألمانية وطبعا كان رئيس نادي بارموليخ من أكبر الأندل الموجودة طبعا خد تصريح خاص جدا لا يحصل يعني لا يحصل تاني ولا كان حصل قبلها عشان يقود منتخب ألمانيا عالفين وستة لأنه ما عندهوش تنخيص فتدوله تصريح شهور بس يبقى الكوتش نعم لا أنا عايز أقولك حاجة كمان إنه هو يعني هو اللي علم بقى الليبروهات آه طبعا بما أني يعني كنت لبرو برضو هأنتم تتكلموا في الكرة الليبرو بقى اللي هو في التكملة الهجومية يعني مش الليبرو اللي بوقف عنده نص الملعب هو المساكل اللي قدامه لا ده بياخدوا كرة بيكمل وراء نص الملعب والمهاجمين بلد أبا بس كده التختير الميلانة كاتع كبان يعني التختير الميلانة على الإجناب دي كان صعب قوي على أطرافها كان صعب جدا وموما عشان حنتكلم عن منتخبنا الوطني